اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبشوفونا على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية من التليفزيون المصري حالة جديدة النهاردة من برنامجنا الشعير اكلة امي اكلة امي النهاردة صحي والصحة تجعل روسنا صحها والوقاية خيرون من العلاج احنا مش نستنى لغاية لما نعمل التحاليل عندنا سكر زيادة عندنا كورسترول عندنا الحاجات اللي احنا بنسمع عنا خلونا كده في الامان وناخد السكة من قصرها زي ما بيقولوا يعني يا شيف عندك التلاجة والمفاتيح في ايدك انت تقدر تعمل اكلة فيها دسامة رزم عمر في سمنة في قشطة في راقة تعملها بزبدة بسمنة كواعدنا في الاكل الصحي واضحة وصريحة يعني يا شيف يعني بتجيب الاكلة ايا كان المطبخ بتاعها او الانتباء لها وبنبقى الابحاث علمية عليها ابحاث علمية من المغازي بنشوف ايه الدهون اللي موجود فيها البروتين ايه النشويات الكربوهضرات ايه المادة الدهونية وهكذا النهاردة معنا فريخ وعايزين نعمل النهاردة البرجر البرجر كلنا عارفين استخدامنا للصوية البودر ممكن نكون فيها بروتين زيادة شوية فيها نسبة كورسترول عالية شوية احنا هنعمل النهاردة البرجر بالكنوة ودي فكرة جديدة وحقوق الطبعي لدينا وبس ايه الكنوة يا مغازي الكنوة دي حبوب محاصيل عادي بتتحصت زي اي محاصيل ولكن من الكتنية زي السبانق او الورقية وزي الشمندر بتتجاب وبتتزرع طبعا في امريكا الجنوبية ومنها الورق بتاعها الاخضر بيه تتاكل ولكن غير متوفر هنا فبنجيب الحبوب بتاعتها بعد ما بتتيبس او تكون موجودة عندنا بنستخدمها باشكال مختلفة اي اما بنسلقها بنحطها مع طبق السلطة اي اما تتاكل كده زماية او تتحط معها حليب دافي حسب الرغبة سعرها غالي شوية ولكن الرياضين بيحبوها لانها غنية بالالياف والبروتين ويك طبعا مفيدة جدا والاحمد الامنية وضدات اكسادة زيها زي الشوفان طبعا ولكن الشوفان شوية سعره في متناول الجميع معنا النهاردة السوفلية من المطبخ الفرنسي كلنا عارفين السوفلية لازم يكون هش كده ولو شخصيته ولازم تكليه بجرد ما يطلع من الفرن هنطبق المقولة دي على بطاط السوفلية النهاردة بالفاهيتة فكرة جديدة فاهيتة من المطبخ المكسيكي وسوفلية من المطبخ الفرنسي ده لقاء العمالقة جوا طاصة واحدة او طبق واحد او بيريكس واحد هندخلوا الفرن ونشوف شكله في الاخر معنا عصير النهاردة المشمش واشوفك في المشمش هنعمله سموز النهاردة قبل ما ودعنا ولكن بالزبادي قليل الدسامة او قليل الدهون شوية وده موجود في اي سوبر ماركت النهاردة فيه افكار بسيطة وسهلة وكمان اوضر ان انا احطك على طريق انك تعملي اكل صحي ولكن بدون تكلفة من جوه التلاجة ومن جوه مطبخك او اتروحوا بقية تابقوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل محلك سرك يا ابو الشيف بنعمل اكل صحة اه بنعمل الاكل اللي نفسنا فيه اه ولكن بنحط في الاعتبار عندنا افراد الاسرة فيه الصغير وفيه الكبير والكبير والصغير ولازم نرضي الجميع مش جوزك مثلا بيعمل ريجيم او ان هو مطلوب منه ينزل عشرة كيلو عشان يلبس الدولاب مليان ملابس ونزعج اشتري ملابس كلنا كده انا واحد منكم عايز شايف الملابس كتيرة في الدولاب فعايز اخس علشان الملابس تتضبط على اقدار طبيعي فاحنا نعمل اكل يناسب الصغيرين والكبار مش معناته ان انا اعمل اكل يناسب زوجي بس او الكبار في السن بس النهاردة هاعمل البرجر والبرجر ده ممكن ان احنا ناكله عاد خالص الصغير والكبير ما يديره على الشاشة صدور فراخ ده الاساس معانا ايه مكانة حلو كده زي الفل ومعانا كنوة دول الاساس بصل وتوم بهاراتنا ملح وفلفل ونقلل التوابل عشان ما تفتحناش نبسنا كمان لان لما التوابل بتكون التوابل الشعية في الاكلة بتفتح نفسنا ان احنا ناكل كميات كتيرة معانا صدور فراخ خالية من العظم طبعا والكنوة غسلناها مرة اتنين تلاتة ونعناها وبصل وتوم والبهارات مع زيت زيتون وكركم الكركم ليه اشي في مغازة الكركم مفيد جدا بينقي جهاز الهضمي وخاصة الكبير حالو الكلام حادر يقوان طلع الخلات والدمس كده ولا ايه او 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 هننزل تحت كده اه 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 حاضر طبعا زي الفل حالو هنقطع الفراخ بالشكل ده كده اه اه زي الفل الزبادي بنجيب حليب كامل الدسم لو انت عايزاه ونغل الحليب ده وبعد ما نغلين سيبه على مكان دافي يكون عندنا خميرة يعني عندنا علبة زبادي سابقا بنجيبها ولازم تشوف تاريخ صلاحيتها ولازم تكون صالحة كويس بتغذيها بتقولي بيها مع الحليب المغلي مع شوية مالح زان تحبه من غير مالح زان تحبه عايزة تعمليه بالفراولة هتسلوه فراولة او تحط فراولة مش مش وهكذا لو انت عايزاه بالفواكه وبعدين بتحطيه في كاسات اذا مع فواكه او خلافه بتحطيه في طبعا فرن اه دافئ شوية يعني احنا ولعنا الفرن وبعد ما ولعناها طفناه كده وبقى جاهز عندنا ونسيبه وساعة زمن بيطلع معك الزبادي زي الفول هادي الكنوة بتاعتنا بدل حبوب الصوية اهي زي الفول في منها على فكرة اه لون غامق شوية ولون فاتح شوية وفي مخلوط كده انا حطيت الكنوة مع صدور الفراخ المتقطعة حالو الكلام معانا بصلة مفرومة ناعم هننزل بيها في قلب الخلط نخلط كده اوه حلوة اوه حلوة حلوة اوه سؤال وجيه جدا ينفع نستبدل اللحمة بدل الفراخ ينفع بس انا بقدر الامكان ليه حبيت الفراخ عشان صدور الفراخ بريئة شوية مفهاش نسبة دهون عالية زي اللحمة اه قدر ازماري حلو كده داخد اه طفو كده ده بالنسبة للبرجر ايه كماني عم مش شيف هننحط شوية زعتر حلوين حلو والبهارات بتاعتنا مش هحط بهارات كتيرة عشان مش عايز ايه اه كمان الجهاز الهضمة والكلون في البهارات بتزعجوا يعني بلاش الشطة مثلا حط شوية فلفل شوية ملحة زوارين اه اوه زي الفل الكوركم اساسي معايا انا حبه طبعا في الاكل الضيت او بنعمل اكل هلسي لان الكوركم له دور كبير جدا على فكرة اه ونصحة مني اللي عنده الكورسترول زيادة عند دهون على الكبد يكسر من استخدام الكوركم انا عايز اشغل الخلاط بعد ازنا حضراتكم اهو كده اهو اشتركوا في القناة زي الفل يا عتزي احنا اه اه خلطناهم اول مرة كده بنقلبهم كده ده الطبيعي في الخلاط عشان نجيب اللي تحت فوق لان انا عايزة هتتفرن كلها مع بعديها شايفين النعومة دي كده ايه المخري بقول انت حطيت ايه والخلاط شغير حطيت ورقتين يعنيها اقدر للامانة حطيت معلقتين زبادي ودي مش بكتبها في المقادير بس وجود الزبادي انا بيخلي لك البرجر طري يعني ممكن تعملها ممكن تضيفها وممكن تضيفها وممكن ما تضيفها اش الحاجات اللي انا بقولها دي دي خارج عن النص كده زي طبعا في المسرحيات الكبيرة والشهيرة للاستاذ النجم الكبير اللي عملها كل استاذ عاد الامام ربنا ادي له الصحة المسرحيات بتبقى حلوة لما يخرج عن النص انا كمان لما يخرج عن النص بحس بالاستمتاع بفرض عضلاتي من الخبرة التهوية اه 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 شغل الخلاط مع بعدي كده اه شكرا انا اياسف للازعاج كمان مرة اشيل الخلاط كده خلاص بحس بتشغلوا يعني من فين وفين بس لازم طبعا خلاط عجان حاجات دي كلها نشيل الخلاط ده من هنا ونوسع لنفسنا كده وايه اللي معاك ده يا شيف اه اه اطراجوا بقى بصوا كده الحلوة دي اه 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 دي الفرخ برجر بتاعنا شايفين القوام ده اه 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 زي الفولة ده البرجر بالكنوة ايه الكنوة يا شيف مغازي دي محاصيل زراعية بتتزرع عادي حبوب يعني مش بتتصنع زي الماكرونة عشان انا بفاهمين صح زي الشماندر بزور الشماندر بزور السبانخ ورقية منها الورق بتاعها بيتاكل يعني بس ده طبعا مش متوفر موجود ده مصدرها امريكا الجنوبية هي موجودة دلوقتي بتزرع يعني متوفرة في السوبر ماركات الكبيرة بيستخدموها الرياضيين مش بقول لك جي بيها على طول يعني طب ايه البديل لها يا مغازي حلوة ايه السؤال ده حد يسألني يعني طب تسمحولي حد يسألني عشان اجاوب كده بنفس راضية الله يا حاضر ماشي عم شافيه بقول لي اعتدرني سألتك ايه البديل لها دي سعرها غال ايه البديل لها عندنا البرغل نوعين في السوق البرغل نوعين في السوق برغل اسمر وبرغل ابيض اللي بيستخدمه للكبابة كلنا عارفينه الابيض ده يستخدم في الكبابة في التبولة بيتاكل ناية مفيش مشكلة في منه الاسود ممكن نجيب البرغل اللي سود ده يتغسل مرة اتنين تلاتة وننقعه في شوية مية اه عادي مية بردة عادية مش مية سخنة عشان ما يباش معنا العجينة بتاعته ونسيبه في مدة ساعة الزمن كان انا نستخدمه لتبولة ده بديل للكنوة حلوة اوي مفيش اي مشكلة طب مش عايز برغل خالص يبقى فراخ وبصل وخضرة بس كده وخلاص ويبقى برضو برجر من غير اي حاجة او من غير برغل او من غير كنوة انا العجينة عندي زي الفل اللي هيت ابد بقى شرايح او دواير البرجر مع بعض ومعايا اتراسع النار بتسخن طبعا حمر البرجر بيه عمششيف الطبيعي ان احنا هنحمر البرجر ده بمادة دهنية من زيت الزيت اه اللهم اصلى عن النبي لما جا اشتغل لازم طبعا اجيب شوية مية كده بولة عشان نعمل اقراس البرجر سهلة وكده ولادك اكلوا نفسهم فيه طبعا بتكون رؤيا ما بتكونش سميكة علشان ما تخدش وقت كتير في السوا احطها على ورد الزبنة دي كده ممكن على فكرة تعمليها وتخزينيها تحطها في التلاجة تدف ريزر يعني ولازم التبريد يكون عالي درجة التبريد قشين تحت السفر قل صاحك لو بتخزيني لحوم مصنعة فراخ مصنعة اسماك مصنعة لازم درجة التبريد يا اختي يا امي تكون درجة التبريد عشرين تحت السفر لازم نجيبها ونقطحها كويس كده والكبدة المغازة دايما يقول تتغسل قبل التقطيع ما تتغسلش بعد التقطيع وهي سليمة كده ومش لازم تتغسل بتجيب شاشة اللي بنلاها مياسعة ونمسحها كده من الخارج ونقطحها بسكينة حامية ونجيب شوية توم حلوين شوية كمون أرني فيلفل حار حلو ونحمرها في طاسة شديدة الحرارة وبعدين نحطها بقى في سندوتشات ناكلها كده مع طبق تدبولة تبقى لطيفة وحلوة فين البورجر على الشاشة الجمال والحلوة ده الكوركم هنا سيد الموقف اللون الحلو الجميل للون البرتقالي ده مفيد جدا ده الكوركم يا أخوانا في الفراخ في الطيور بالذات في الأسماك بينق الكبد وصديق الكبد البورجر ده عشان نحمره ولازم تكون عندك طاسة شديدة الحرارة مادة دهنية معلقة زيت صغيرة وهنحمر البورجر ده ممكن نحمر دلوقتي وممكن نطلع فاصل بس لازم حادر يا فانتم هنطلع فاصل صغير نرجع بعد الفاصل نشوف أسرار عمل السفليه من المطبخ الفرنسي وبيجمعوا المطبخ المكسيكي اللي اتنين أبطال بيجمعهم حلة واحدة أو هتروحوا بعيد داوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل محلك سر كمشيف الطبيعي بحمر شوية برجر حلوين لازم التطاسة تكون عندك سخنة بتحمر برجر بتشوي حتة لحمة مشوية ايا كان لازم درجة حرارة التطاسة اللي بتشوي فيها علشان نعمل عملية صدمة او قفل المسام بتاعت المشوي يوم نحتفز بالجوسي او بالعصير او بالمية او بالسال اللي جوه لحتة اللحمة نفس القصة مع البرجر هنخليها على النار كده نقلبه حادر يا فانت نبص عليه كده ونشوفه اخباره ايه او واحنا مع بعض كده المخرج عايز يشوف واحدة استوت او ايه الجمال والحلاوة دي اخبار النار ايه او طبعا ده ما يتقلبشي الا لما يتحمر شوية كده خلي بالك او حال وقاول اللي في النص دي اخبار ايه نبص عليها كده اهي زي الفل تمام او تمام هنسيبهم على النار كده ونشوف هنعمل ايه مع السفليه لا اتفرج على البرجر ده ويقولوا الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها على شاشة القناة الاولى حصريا وحقوق الطبع لدينا وبس البرجر النهاردة معمول بالكنوة او ايه الجمال والحلاوة دي يا شيف ومسكة نفسها ولوها شخصيتها اي اي زي الفل هنسيبهم برضا انا مهد النار على فكرة خلوا بالكم انا اول بس حاجة حطتها في نار شديدة وبعدين هاديت النار علشان احتفز بالسائل اللي موجود جوه حتة اللحمة او حتة الفراخ المفرومة طيب فعلا الروزماري الريحان الزعتر منبقوا فاطرين فول واكلين كوشري الحاجات الحلوة دي فالمعدة هنا بتتعطر زي ومنعطر السالون بتاعنا لما بكون جاي لنا ضيوف ده الطبيعي يعني نعيناها اخضر لطيف زي ومنشتب كده ورقتين يعيناها اخضر مع كوباية الشاي يبقى تعمش نعيناها في بقنا عندنا البرجر بتاعنا جاهز نشيله من النار علشان نبدأ ان احنا نشوفه مع بعض في طبقة واحد كده زي الفل الله مصلى على النبي ممكن على فكرة نقدم مع البرجر ده اه 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 عندنا ايش برجر ده موجود زي ما انت عايزة او ممكن انك انت كمان تقدمي زي ما هو من غير اي خبز عادي خالص زي الفل كده اهو ايه الحلوة دي عم مش شيف اهو الله مصلى عليك حاضر يا غالي مخيك بقولي اقطع لي واحدة كده نصين لا 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 اريك يا باشا ده سنين اللي عمري معاك اريك اهو عايزة شوفه هتعالك عالطاقسة والله اه 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 في الطاقسة اه 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 زي الفل اه اه تبص عليها اه 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 انا هعمل لك حركة بقى اعمل لك حركة جامدة اوي الحركة دي لك انت بس يا شفية اه اه شو زي احمد عاود مبص عليك اه البرجر اه نعم يا فندم نعم عاضر اه 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 حلوة الحركة دي دي بقى بتعمل ايه شيف توصية بقى وصية واخد بقى الشيش اه 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 في حاجة براحظة كده ببعض المطاعم يعني والزاهرة دي بصراحة في كل الدنيا بقى لها سفيرت العلم كله عشان بس بقى يعني دي بتقى حاجة حلوة كده بتبقى ايه اه اه تفريحة قلب شفت ازاي بصينا عليها كده صلى على الحبيب قلبك يتب اللعلك شفت ازاي اه ايه الجمال والحلوة دي اه 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 انا عرف انك هتجيبها من كل الزوايا فورسان التلفزيون المصر اه 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 هنحطها كده زي الفل فوق اه اه زي الفل اه ده البرجر بتاعنا اللطيف الحلو زي الفل تمام هنشيل التاسر دي من النار طبيعي العلم بتاكل والبرزنتيشن او شكل الطبق بيلعب دور مهم جدا في جذب الضيوف على الصفرة والاطفال الحلوين اللي متعودين ياكلوا برجر من برة ياكلوا الحاجات الفاستفوت من برة السندوتشات من برة الحاجات دي كلها وعندنا اولاد وكعارفين الكلام ده مهما نعمل يا ماما عايزة شاورمة عايزة شاورمة عايزة شاورمة من برة ولكن لما يدوء البرجر اللي احنا عملينه ده كده ونقدم معاه البصل الطماطم الشكل اللطيف الحلو لحضراتكم الشكل معانا عايش اهو زي الفل خبزة هيد برجر زي الفل اللي جايبينو برضو علشان ناخد جو السندوتشات اللهم صلى على النبي لازم العيش طبعا البرجر او اي عيش يتقطع بسكينة منشار اهو زي الفل طبق في كل حاجة عايزة نقدم معا كاتشاب هنقدم مايونيز نقدم النهاردة الاكل الصحي بقدر الامكان قدرنا نهرب من الدهون والحاجات اللي بتأدي للدسامة والوزن الزيادة بطاطس سوفليه استخدامنا لها بياض بيض امن يعني بروتين برضو حيواني كربوادرات موجودة في البطاطس نشويات الخضرة بتاعتنا اللطيفة اللي شكلها يفتح النفس البرجر اللي عشيه شسورة الحلوة تتحدث عن نفسها فيها كل حاجة الطماطم والبصل ولكن كانت جديد وطبعا دايما على شاشة القناة الاولى دايما عندنا الجديد وعندنا الابداع والرؤية حتى في التفاصيل الصغيرة الكنوة استخدامنا لها البرجر النهاردة ده جديد وقدرنا نعمله بطريقة جديدة ونقدم معاها برضو شريح البصل والطماطم لأولادنا مع الخبز اللي هم بيحبوه عشوفك في المشمش عصير المشمش النهاردة او اللي سبوزي بالزبادي قليل الدسامة والضايت اللي موجود في الصبر ماركت وده موجود بأسماء مختلفة رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية من اين يا مغازي؟ من ماس بيرو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة